حقيقة لا يوجد لنا قدوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنخجعوا بالأحيان إلا أن يرحلوا عن هذا العالم فتعلموا إن كانوا صادقين أو مخلصين أو محقين أبدا 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 تعلم بي عفريت في الميكروفون كان موجود معنا مبالغ مش كده جمعان آه جمعان الأصل فيكم والخلق والأمل فيكم والمستقبل فيكم ونحن بكم وبدونيكم لا نستيع أن ننقذ على الأطلاق هنا في شباب اسمك إيه؟ لمن؟ لينة لينة عاصم عاصم هم دول المستقبل تعالي يا عاصم معي تعالي يا لينة هم دول وغيرهم المستقبل وغيرهم اللي إحنا عايزين نستثمر فيهم حياتنا ونستثمر فيهم فكرنا ونستثمر فيهم ملم هم دول اللي ممكن يغيروا تاريخ العالم كله فيما بعد هم دول وغيرهم وأنتم الذين يبجلكم الملائكة وأسعونا إلى رضاكم ويستغفرون لكم هم دول بكم ولكم ولنا سيحدثون التبير إن شاء الله إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً عاصم وإجلالاً واحتراماً ورفعاً لقدر كل فقير وكل مسكين كل أرمرة وكل يتيم وكل شريد وكل لاجب وكل مغتصب ومغتصبة وكل ذوحاجة وكل طريد وكل مسجون وكل مقهور وكل ذليل وكل محتاج وكل مسكين إجلالاً وإكباراً وتعظيماً لقدر هؤلاء المنتحنين فهم من سيدخلونا الجنة من سيدخلونا الجنة وسيدخلونا الجنة قبلنا بخمسمائة عام شئنا أم أبين وهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وقوله الحق ولا ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي يحى علمه شديد القرى دون مرة تنفستور وهبت أفقد إجلالاً لكل سوريين وسورية ويمنيين ويمنية وعراقيين وعراقية وسودانيين وسودانية وروهنجيين وروهنجية وصينيين وقوريين وإيقورية وغيرهم في هذه الدنيا ومن كانوا يذبحوا في أفريقيا الوسطى وتبقى ربطون نسائهم وأولادهم ويهجروا بالآلاف وبناءات الآلاف إجلالاً وإكباراً واحتراماً وتقديراً لأنهم أقوى مننا ونحن الضعفاء أغنى مننا ونحن الفقراء أصبروا منها مننا ونحن المستعجلون وأعلموا مننا ونحن الجهلاء وأصحوا مننا ونحن المرضى هؤلاء لابد أن نقف لهم إجلالاً لأن بهم تفتح الجنان وبهم ندخل الجنان وبدعائهم إلينا جميعاً يبارك لنا الله سبحانه وتعالى في أعمالنا وأرواحنا وأبنائنا ومستقبلنا وأمتنا وكل وأموالنا إلى آخر إزاكم الله أحب والضرب أنا كنت مع لقاء مع الشباب قبل أن تأتوا وشعرت بأن أحلمكم أصبحت حقائق كل المستوعين يقفوا أو يأتوا إلى هنا لو سمحتوا ولنتير هل يأتي هنا أرجوك قولوا بسم الله ما شاء الله قولوا بسم الله ما شاء الله كلما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأنتم سعداء بأبنائنا أنتم فريحون بهم أنتم مغبطون بهم في هذا المكان الجميل وهذه البلدة الطاهرة هذه مسيرة بدأت منذ خمسة وتلاتين عام منذ خمسة وتلاتين عام دورة حياة كاملة تلاتة وتلاتين سنة ثم نبدأ في الدورة الثانية أنا في دورة حياتي الثالثة وقد لأ أنهيها ولكنكم ستنهونها في وجودي وفي غيابي قولي آمين 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 دورات حياة كل مننا يسلم إلى جيل لتسلم الأجيال ويعطي إلى شباب يتحدوا الصعاب فهم التحدي أنا كنت كاتب كلمة عن التحدي سنستطيع بهم وبكم أن نتحدى الصعاب ونركب الصعاب ونعتلي على الصعاب العلم والإيمان والقدمة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وليس بالأحياء من أمثالنا أبدا أجيال تأتي وتذهب لقن يبقى أنتم أنتم أصحاب القلوب وأنتم أصحاب العقول وأنتم أصحاب الرؤى وأنتم أصحاب الأحلام وأنتم أصحاب الحب وأنتم أصحاب القبول والردى من الله سبحانه وتعالى عليكم ولكم وأنتم أصحاب كل هذا واليوم حررت إيمان هذا المكان لا يستطيع أن يقيسها إلا خالقها سبحانه وتعالى حتى الملائكة ستعجز عن قياسها أبدا 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 وسيسجلون مثل هذه اللحظات في كتب وصحائف من نور لا يدركون أثرها ولكن الله سبحانه وتعالى يدركها ويقول لهم اكتبوها كما رأيتموها يروا هؤلاء الشباب في هذه الأماكن وهذه الوجوه النيرة المطيعة المخلصة لله سبحانه وتعالى تقف لتقول لا للفقر تقف لتقول لا للذن تقف لتقول لا للجوع والحلمان والجهل والتخلف والتصحر والجفاف أنتم هؤلاء الذين سيتحدث عنكم ملائكة في كل زمان وفي كل مكان ولن يستطيعوا أن يقدروا جليل أعمالكم وعظيم أمركم والله سبحانه وتعالى هو الذي سيكتبها ويحفظها لكم في يوم لا ينفع فيهم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأنتم ذو القلوب السليمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدى بكم أنا أنزل هنا صعب أن تقف إلى جانبهم كمية الطاقة الإيجابية الموجودة معاهم تجعلني أحترق كل مننا ينظر في صور الفقراء ويدع نفسه داخل الصورة أنا أم من اليمن لا أستطيع أن أردع ابني وأنا أب من سوريا أرى ابني يموت وسط الفلوج وأنا أخ لأخت وعم وخالب سومالي وروهنجي وإيجوري ولا أستطيع أن أتكلم أو أتحد أو أعي ما يحدث لأبنائي وبناتي وجيراني في هذه الأماكن ولكن سنكون شهودا أمام الله سبحانه وتعالى لهم وسنكون معينين وعون لهم وسنكون واقفيون لهم وسنكون مبجلون لاستبرهم وصبرهم بإذن الله سبحانه وتعالى الفقير أغنى مننا الفقير أقرب مننا إلى الله سبحانه وتعالى الفقير يحبه الله ويحب الغني كذلك سبحانه وتعالى تكبير الله سأذكر لكم قصة بسيطة قد تكون إحدى هذه القصص هي من تجعلنا نستمر في هذه الحياة كنا نريد أن نذهب إلى كشمير 97-98 في باكستان هي منطقة حروب بين الهند وباكستان وطلعنا الجبل بعربة وعلى الطريق في الجبل رأينا رجلا على قارعة الطريق في الجبل يشاور للم توقفنا بالعربة وحسبنا أنه يريد مالا فقلت لأحدى الأخوة سألهم فكان أبكم وكان أصم وكان يقول ما زلت أسمع صوته بعد 11 و12 سنة من هذه الرؤية وأعد يشرح بصوته أنه يريدنا أن نأخذهنا معه فلما سعد إلى العربة هنا القصة تبدأ كانت رائحة العرب فيه صعبة لم أستطع أن أتحملها لأنني ضعيف ولأنني أدعي ما ليس فيه ولأنني لا أمتلك تحمل رائحة لمدة دقائق واضطررنا أن نفتح جميع النوافذ فيه العرب ونظرت خلفي فرأيت ابتسامة لم أرها في حياتي إلى يومنا هذا ابتسامة الرضا الرضا ابتسامة الشكر ابتسامة الامتنان ابتسامة الأرفام بالجميع وصفوها كما تريدون أن تصفوها وأردت أن أخذ أن أأخذ معه صورا لكي أبتهج به ولما نزل مشيت وراء حاولت أجري على إيه اختفق لا أدري أكان رجلاً أم ملكاً ولكني إلى الآن أعيش بهذه الابتسامة لا تحق رنة من المعروف شيئاً أبداً ولو بسمة وجه أخيك ولو صبوحة وجه أخيك وأختك وجيران فانطرأ أخاك تلقى أخاك بوجه طلب أبداً هذه قصة قد يكون دعوة هذا الرجل منذ 11 سنة كي لا تجعلنا أن نقف أمامكم هناك وتحدث عنها الشباب هذا الحديث دعوة هذا الرجل وليس هذا الرجل ألا يزيقف أمامكم ولكن هذا الرجل صاحب الابتسامة ورسل نحن فبدعائهم نستمر ونقوى ونتقوى ونقف ونمتلك حب الناس إن أحبتكم الناس أحبكم الله سبحانه وتعالى وإن أحبكم الله أحببك فيكم كافة الخلائق كافة الخلائق كافة الخلائق اليوم أنا سأربع لأن أقف لأمدة يدي من قبل اليمنيين ولكني سأرى منكم من سخاء وكرم وعطاء ما يجعل كل ملك هنا في هذه القاعة يتحدث عنكم أمام الله سبحانه وتعالى أن يبتهج بما ستقدمون وما ستفعلون وما ستعطون لله سبحانه وتعالى إنما نعطي ما لله لله من أجل إحياء قلوب أبدا الضعفاء والمساكين في اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان هذا هو التحدي تحدي الأنفس وتحدي اتباع وتحدي الشح وتحدي الكسب وتحدي الخوف من الفقر كيف نخاف من الفقر ونحن نعبد العاتي المعتي الرزاق سبحانه وتعالى أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا مش كده برضا وأنا أخف هنا يعني وبيني وبينكم مسافة لأن صعب علي أن أخف بجانبكم لأنكم حلم تحقق ورسالة تتحدى العالم كله ومهمة بدأت تنتهي مرحلة من مراحلها ورؤية ما يستعملونه من بعد أنتم ستنجحون بإذن الله أكثر مما فعله آبأكم وأبدالكم وأسلافكم وستكونون فخرا للعالم وليس الأمة الإسلامية أفتخر بكم العالم كما كنتم أندلسيين أو أمويين أو أثمانيين أو عباسيين أو أو إلى آخر أشتاءوا الحضارات في كل زمان وفي كل مكان وفر وفر معي وحبكم في الله وحبكم في الله وحبكم في الله وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخفف بكم عناء ومعاناة أبنائنا وأخواننا وأخواتنا في اليمن اليمن وضع صعب ووضع مؤلم ووضع مزري وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الغمة وندعو الله لكم أن تكونوا ممن يرفعون هذه الغمة عن هؤلاء الناس أخواننا وأخواتنا في اليمن فالإيمان يمني والحكمة يمنية والفقه يماني والأنصار يمانيين أو يمانيون والعلم خرج من اليمن والفاتحين الدعاء كانوا من اليمن إلى أندونيسيا وكانوا من اليمن إلى الأندلس فعيب علينا على الإطلاق أن نتركهم وحدهم عيب علينا عيب علينا عيب علينا وأنا لن أطلب منكم درهما أو قرشا على الإطلاق كل منا يعطي لله فالمال يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين فيربيه لنا هكذا كانت تفعل السيدة عائشة حينما كانت تضع المسك والعطر على المال أنه يقع في يد الله قبل أن يضع في يد المسكين فيربيه لمن تصدق به فتخيلوا أن اليوم الله سبحانه وتعالى يمد يديه لنا تقع في يديه الشريفتين هذه الأموال فيربيها لكل من دفعها ولي كل من أعطاها إيثارا وإحتراما وإجلالا للفقير والمحتاج والمسكين والنازح والمريد والشيخ جزاكم الله خيراً وغزاكم الله خيراً وغزاكم الله خيراً والسلام عليكم وغزاكم الله خيراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأشقبوا فيه شعباتي الفقاة والين